التغنش بالشوكولا وصفة ناجحة 100% بطريقة جد سهلة بسم الله على بركة الله عندي ثلاث بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ نوضعهم في إناء ثلاثة ديال البيضات رشة من الملح كيس سكر فانيلا ممكن تعويضه بقشور برتقال او ليمون حامد عندي هنا اقل من نصف كأس من سكر سنيدة ما يعادل اربع ملاعق كبيرة مملوئة من سكر انا عبرت لكم بملعقة و بالكأس كل شي واضح كناخد طراب الكهربائي وضروري من الخفق الجيد حتى يضع في الحجم ديال البيض كيولي اللون ديالو بهاد الشكل كريمي كنضيف هنا اقل من نصف كأس من الزيت ما يعادل اربع ملاعق كبيرة مملوئة من الزيت وكنستمر في الخفق الجيد كنحصل على هاد القوام مباشرة كنضيف ملعقتين من بودرة الكاكاو او جوج اكياس من بودرة الكاكاو كأس غير مملوء من الطحين ما يعادل 90 جرام نغرب النواشف مرة او جوج ديال المرات من الافضل طحين والكاكاو وخميرة الحلويات الخميرة استعملت ملعقة صغيرة ما يعادل 5 جرام فقط الكيس مستعملتوش كامل نقص منه شوية كنحصل على هاد الخالط هادا خديت طاوال قياس ديالها 40 اعلى 30 وضعت فيها الورق ديال سلفة غيزي وكنفرغ الخالط ونصرحها وندخلها الفران اللي كيكون مسخن قبل خمسة دقيق من الافضل ديرو التحت والفوق اللي كان كيش أعليكم بسرعة كالطيب طابت ليه في 10 دقيق شعلت لها انا غير التحت غير الفران كان سخوم زيان خرجوها وهي طبع ما كتاخدش الوقت بزاف لانها رقيقة لكم الختيار ممكن تقسموها على ثلاثة باش تحصلوا على طغنش في ثلاث طبقات او كتتقسموها على جوج انا كنفضل نقسمها هكا على جوج كتكون رائع جيتا نخليها كتبرد نمرو باش نحضرو الكريمة غادي نستعمل جوج كيسان ديال الكريمة سائلة حلوة مايو عادل 300 ميلي ممكن تعويضها ببودرة شنطية مع كأس من الحليب البارد ماشي ضروري كريمة سائلة اخديت هنا يا تقريبا ستين جرام ديال شوكولاتة اسود دوبته وعندي ملعقة حتى الملعقتان من شوكولاتة خاصة من التهن استعملت لك كريمة كنخفقش الكريمة شوية عاد كنضيف لها شوكولاتة ديال التهن ملعقة او ملعقتان حسب اللون اللي بغيتو او ممكن ايضا اضيفو اذا كنتو غددو شنطية بودرة مع الحليب اضيفو الكاكاو مع الحليب وكتخلطو كل شي مزيان كنضيف هنا الشوكولاتة داروري تكون باردة ما تكونش سخونة كنخلط كل شي إلا بغيتو اللون اردت لكم كتضيفو الكاكاو كناخد القطعتين ديال الجنواز شوفو كتجير قيق وخفيفة وارطبة ما قصحاش نهائينا وما قطعتش لها الجوانب لاني ما زال غدين فينها في الاخير خديت هنا غير قهوة سريعة دوبان وضعت لها الماء المغلق دون سكر ممكن اضيفو السكر ممكن اضيفو اي سيرو انشو ما تفضلوه غير تكون باردة باش تسقيوا بها طبقة ديال الجنواز الكريمة وضعتها في بوش وندير لها بهذا الشكل هذا ونصرحها باش يكون عندي شكل يكون مستوي كناخد القطعة الثانية ديال الجنواز وغادي نقلبها فوق القطعة الاولى لفيها الكريمة وكنزيد كنسقيها كتشرب ليم زيان القهوة ونوضع ما تبقى من الكريمة الكريمة خليت منها القليل للتزيين فقط كنسرحها كم زيان ودروري ادخلها المجمد تقريبا 15 دقيقة حتى 20 دقيقة ادخلت 150 جرام شوكولاتة نوعية جيدة 55% كاكا دوبته وضعت له 80 ميلي كأس الا ربع من الحليب كنضيف الحليب بشوية بشوية حتى تخلط لي هاد وكنضيفو على الكريمة اللي كتكون مجمدة كما قلت لكم تقريبا 14 ساعة في المجمد وهو مخصوش يكون سخون او دافي حاولوا انكم تبردوه يكون بارد بدرجة حرارة المطبخ باش ميدووش لكم الكريمة كتكبو على الوجه ديالها ومالافضل دخلوها المجمد حتى تثبات مالافضل باش تقدروا تقطعها وتفينيوها مزيان قطعتها انا قياس هاد الاوراق الذهبية اعطاتني عشرة ديال القطع تزيين درت ما تبقى من الكريمة كما لاحظتوا قطع ديال نوازيت والوراق الذهبي وهادي اللقات اللي اضفت له ما تبقى من الكريمة جشكي لها الهزوي و تزيين كي بقى اختياري كتجينا لتغانش سهلة والديدة وبصحة والراحة ترجمة نانسي قنقر